محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة الآن كانت أخيراً مع معاً معاً جداً معاً لأنهم أرادوا على الأمر ولكنهم ترون أنه يوجد لي بما يوجد ويوجد لي بما يوجد هذا أنه كان يفترس بالكومة ويوجد من الأجل والمعارة لقد قمت مغربتت simple المترجم للتمر督 وتعالى على الغتاء وبالتالي قد كانت قربتهم ولوقت تبهوا مني بمقصد قمت بفاشية كم هذه العملية كانت معاهم في ولانتي تقريبا في سبيل التمر وكان مخيزين أليس كثيراً كانت جميلةً أين رائعًا أصبحت أولاً هذه الوصول قامت بكثيراً وأنه لم يكن من حدث وليس مجبس ومعه رائعًا ومعه رائعًا كان يترجمه ومعه رائعًا ومعه رائعًا يستمرون في المترجم من المترجم لديهم أكثر من المترجم ويريدون بهذه المساطق في المنزل من المترجم لأنه سيضرت في المنزل لسرعة ويستمرون ، كيف أدعون؟ ذلك ، لقد قمت بتتعليق قبل سيطرة كيف هو الوصول سيطرة في المنزل لكن نخرج genetically وحلها المحلي وحليها المطابق لم يكن هناك أين الفن يوجد الأمي وحليها المدينة وحليها المدينة لديها المدينة وكان الأمي یہ الأمي في البلوزي ولا بقت لذلك وسيصف على مدينة شكرا للمشاهدة 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 أعطي أنهم يبقى لهذا السلوويات وهو صحيح حدثون أنهم موجودون بمحمد المساعدين أو أنهم فلتلى والأسلوب أنهم تعتمقين أراد الله أعطي للأسلوب الذي أعطي أنه يقب علي لم يكن أنا صحيح وفاعدو أنه يقب علي بالأسلوب المطالي كانت كذلك عدد السلوب المستهيل لقد تنفعه لنحن في المعارضة ويكون لديهم اقت coشت وهو التجويد لذلك نعرف الموسيقى لن تعرف موسيقى الموسيقى لدي المسيقى بعض الـ Qur'ان والشركة الكلام ذلك كلام كيسر سيكون على المساعدة كما تقولون إذا كانت محفظة كيسر محفظة لن تتعرض لا يمكنها فقط تعمل لأنه نجحة لكن ما يحفظه إذا كانت بحالة بحالة فقط تجد كتابت لأسفريكي نتعرف كبيرا انتعرف بسرعة مجدد من أحسن كتابت لأسفر انه يتركوا في الوصول كما كنت نعرف كما تعلمون كما تعلمون تتعرف الإجتماع فقط تتعرف الإجتماع فقط تتعرف الوصول تتعرف الإجتماع وحتى نفسه وحتى نفسه وحتى نفسه وحتى نفسه شبابه اليوم في 2-3 جوة وفي نفسه يزوم على سيدة على حين المعرفة وحين 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 أفيد لكن يبقى كانت لدينا يجب أن يرى يجب أن يرى لذا كنت تتشعر Blaz المترجم في القناة المترجم بالترجم ترجمة يوجد صحيح يجب عدد أعتقد أنه سكتب أن يتحدث هذا ترجمة لأن العمل فهي تدعي كل شيء لكنه في مرة أقل فهي سبب أتبع إلى العمل لأنه في الظجوية أو في عدام لأنه في العمل يجب أن يكون هناك محرارة حميد بن اسمان سوف نعطي هذا المحرارة الادان و جماليات سوف يتساعد في المقام هذا المقام سوف يتساعد في المقام لأنه سوف يتساعد في المقام لكي يتساعد في المقام الله يتساعد في المقام و استقحمي و يحددكم و يفيدكم يا لحبا محاضرة يستفيدكم و عد الآدات مصرح لكم هذه محسن العادة إن شاء الله هذه مالي عادة لأنه سوف يستساعد في المقام و يشغل اثري الاشياء إيشاء الله رحمة الله أهلاً وسهلاً بيكو ما بيليتنا فارجوا سعدهم على الله مربط ديارة ينشاركونا هذه صدقوني أديات والله ما قدتها تجلتها شفاوية لا تجلتها لا تجلتها لا تجلتها الآن عندما نتحدث عن الآذان أولاً لغة الآذان هو الإخبار والإعلام والمنادات خبر نعلم والنادي بالدليل في سورة آية سبعين قل فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤدنون حيتها العين إنكم صارقون أذن مؤدنون أي نذنهم الآذان والمثل الشعبي الموجود على النار هناك شخص ربابا يسوفها تقصبها هذه كلمة المدن نحن نحن مباشرة المدن للدن في المسجد هذا ما أريد أن أتحدث عنها لأن الآدم حدثه لغة هو نذاء إخبار لخبرك لأنه يخبرني وفي الإسلام الآدم هو الإخبار والإعلام بدخول وقت الصلاة والنداء إليها شخص إخبار والإعلام بدخول وقت الصلاة والنداء إليها ولذلك يجب أن ينفع شجيا نديا تتلاقى فيه روحانية الأعمى وتلاقى الأشواق سعياً لإمكان الله وعبادة رب الخلائق ومقصة من أجزاء والصوت البشري يملك قوة التأثير التي لا تضاهها أنواح وحرار من مصادير الأصوات هذا إذا مروا الدفاع توظيفاً سليماً خالي من النشاز المنفّر وكان يشرف أني كنت أعبه بلجلة التحكيم في مسابقة بلاج أحسن آذان كانت جمعية كل سنة تعمل هذا وسجدت بعض الملاحظات لإمام الفاضل الكاحي الكاراز في إبراهي الجنان قال المشكلة ليس فقط في الصوت ومشرحة في الكلمات قال بالحفر الوحيد قال يسعد المؤدن مؤمناً وينزل كافراً أو المؤدن من بعض المؤمنون يزل كافراً لماذا؟ لأنه يشوي كلمة هذا كيف يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله كيف يقول الله أكبار أكبر يزيل الألف والأكبر في التعليف السحي الطبون الطبر معنى الأكبر يتطبر يعود يقول لك أشهدوا كل هذا يعملها في الجب شهدوا 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 لذلك يقول لك يزيل كافراً كأنه أشرق بالله صنصر لا يوجد لذلك هنا يجب تصحيح كل الكلمات والإنسان يكون على معرفة الكلمات التي يقولها المؤدن هذا وطبعاً كيف نوظف الآن المقام في الآذن لتوظيفه يجب علم أدن أولاً أن يكون له صوت سليم صوت سليم يعني ما لا يقول لك صوت جريب صوت سليم خالي من النشاز المقام كيف عرفوه في التكيبة يقول لك يتركب المقام ويفق طريقة الأجناس الجنس عرفه العرب بالبعد دين أربع كارسو أربع ويقول اليوناليون عنه يسميه تيترا كور تيتخار كار وكور يقول لك صوت أو نسبة للآلة الموسيقية العليل على كارسو هذا هو النظام المقام به وعاولوا وسعوا دائرة الأنغان أضافوا جنس آخر ويسميه جمعا لكي تركب المقام يجب أن يكون لدينا مجموعة الضراجات المحصورة بين الصوت و جوابه مثلا يوجد الصوت الأول الذي يبدأ بين المقام ويوجد جواب يوجد هذا يوجد 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 هنا كيف يكون في المقام لدي هذه الأصوات نعمل فرق ما بين السلم العالمي وأول مقام رئيسي في الموسيقى العربية وهو نسمع المقام الراسل نعمل نعمل سلم طبيعي هنا لديكم كل علامات طبيعية كل علامات طبيعية هذه الأصوات مقام نعمل ما بين المقام يقول أن يمكن أن تنقص ضراجات الثالثة والثابعة و الثالثة بسبب الزو دو مجر بربع صوت ألقاء 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 هذا مفصال أغير أصابيح الوضع شوف ألقاء ألقاء نعم تغيرت فاش في هذه الدرجة التي دخلت على هذا المقام تغيرت ما يبدأ؟ باللقاء ألقاء ألقاء أه 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 موسيقى نفتد درجات الأساس ونجعل الإشارات تحويل هذا زوج سي ولمينس بيمو لكي يكون في نفس النظر لا يقب في هذه التدرجات لكي يكون مباشرة معنا نفتد درجات الأساس نفتد درجات الأساس الله 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 هذا هو جواب القرار خليص هذا المقام نقود عن كل المقام لا أريد الذي كيلف على هذه المقام ماذا قال؟ كان لدي كل المقام لا أعطي أخضره حياء النص حيّ على الصغر فقط أدعوه بي حيّ على الصغر نعم صعب نغيّر كل نغامات حيّ على الصغر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرجال العادية الآن باش نكمل الجواب لا إله إلا الله من أرض الباصل هذا أباد من مقام الراسط كيف أتت قصة الأباد؟ من المقام الراسط صلاة والسلام قد حفّ على أن يكون الصغر شديد ونديد وعندما نختار ما بين أبو باك الصداق والجماعة كامل بلاد بن رباح الحباشين خطر في الجاهدة المقبل كان من المنشيدين مع الأعشاء الصلاة العرب وبلال بن رباح وآخر ما نشعر في جيوبي صنو كان منشيد إذن كان له صوت يعني جميل القصة كيف بدأت؟ قال وعندما كان يأتي المسلمون إلى المسجد يصبرون بدون إخبار ثم يصرفون فرسوعين صلاة والسلام تشوهر مع الصحابة قال لابد أن نجد حل وطريقة لإبلاغ الناس بدون كل وقت الصلاة فقال أحدهم نأخذ راية علىهم كي نعبيوها ونجيبوها يشوفوها الناس كي يشوفوها الناس رفرف ونحن وقت الصلاة عاود عرض هذا الأمر قال لماذا؟ لأنه لا يفيد الغافل النائب الذي يأتي قال لا يمكنهم أن نستخدم هذا الناس أحدهم قال نستخدم البوق ونعطهم الإشارة ولكن اليهود كان عندهم يستخدمون الصلاة ورسول الصلاة والسلام كان يحب مخالفة أهل الكتاب عاود قال أحدهم يستخدم النقوس هذا يستخدمه النصارة ثم جماعة قال لماذا لم يختار الصوت؟ قال لك فأطر هذا وقال نعم هنا هنا صحابي عبد الله بن الزين نم قال شعر الرسول قال إن أتان آتين وقال لك كلمات الآذان وعمر من خطار جاي وفقت رؤياه رؤية من خطار قال حتى لن نمت نفس الكلمات اللي انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم التفت إلى بلاد قال يا بلاد تنظر وفعل ما يأمرك تركه لبلاد إنه أند منك صوتا هنا نبدأ لماذا الصوت المصدر الصوت الصوت هنا يكون الصوت شاجي ولادي يكفي قليلا ونحكي لكم بمتطار لذلك نحكي لكم حكا هناك خطارة واحدة توريسة يحوص 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 مثلا يحوص 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 في السيارة يحوص الظهور 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 يحوص وليض يحوص يهوص يحوص يحوص أنه هذا وضع من في المجيب ملاحا ونحكي لقد أخبرت أن أذهب إلى الإسلام دعوا الإسلام عن الضوء رمعكم الوبيت تحويسا ومشاو معي يقولون مجيس بوانا قياة السيفراهيم للأسر الشديد المجلي تماما كان واحد صوته ومعصر كان واحد صوته مرفير يطاحه وكيف كيف مع العصر والآخر مجرد ما قال الله الأكبر هذا كل تماما قالوا يرحم بابا لا تفضحنا شعطيها السالكي أنا أبدو يقول لي أنه يكفر هنا أرى مدى تأثير الصوت على السلام وكانوا أصحاب قالوا أصحابي قالوا مهدي أصحابي قالوا تبع عمرك هذا ما تصلي قالوا دخل بعدها تصلي قالوا الله أصحب الله يجب أن تصلي قالوا يريد أن تقرب أصحابي قالوا مهدي أصحابي قالوا مهدي أصحابي يا ربي بالمعنى هذا كل صوت على الأذان لأنه لم يعدش ملاح قالوا صحي نخرج قالوا مهدي أصحابي قالوا مهدي أصحابي أيضا لأنه يستمعوا يشعروا الإحساس ويشعروا ذلك بالرحانية وكي يقوم بأسحابي فأنا أصحابي 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 ما هو الإحساس الذي سيشعر الإنسان هنا في بعيدة ما يستمع إلى هذه النظام سلطورة عند تقديرها كما خت رأيت ما كثيرwww المصنع في السنة المصنع في السنة أقول لك مقام هذا الذي يحينه إليه كل عربي ويستسيغه هنا الإنسان عندما يسمع المقام يقول لك يججع دبكاءه خطر علش التأثير التأثير تبع على النفس قوي جدا اختيار الآذان مع هذا المقام لا يوجد وقت نرى نرى في وقت الفجر لأن في الفجر الإنسان يكون نايم والآذان يدل هذا كل يدل مباشرة لا يوجد طريقة على نيكرو لا يوجد صوت منفر وعلى الصباح وقوة صوت يزعج ويمد مخلوع بالعكس من المراقبة يتزل فيه لا يوجد صوت هذا صوت مقام الراست مقام الراست يعتبر مقام الراست المقام الرئيسي في الموسيقى العربية ويطلقون عليه تسمية أبو المقامات نظرا لأنه أكثر المقامات موضوحا في الشخصية تعبيرا عنها وهو من المقامات التي يكثر رفع الأذان بها رصد كلمة فارسية تعني مستقيم أو أساس مقام يبعث الإنفصار والسعادة بينما مقام الصباح يقول لك من المقامات ذات الطابع العربي الذي كما قلت يستثمه كل عربي ويحن إليه ودائما يترك انتباعا لدى السامع بالحزن والرغبة في البكاء ويستطيع المؤدن الذي يستخدم هذا المقام أن يعبر من خلاله تعبيرا جيدا عن تفاعله مع الكلمات أو مع كلمات الأذان عن طريق إتقال استخدام الجواب والقرار في هذا المقام هذا المقام الصباح مشتقني للبياد وهي النطر الذي يتغير من نغمات الحزن وهذا المقام البياد هذا المقام البياد عندما ندفع هذا الصباح يصبح مقام الصباح الذي يتغير ثم يتغير لدى السابق ويتغير الله أكبر الله أكبر أشهد عن لا إله إلا الله أشهد عن لا إله إلا الله وصلاحك حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر موسيقى موسيقى درجة الأساس الله أكبر الله أكبر هذه الفتجزة أول والعالمات الموجودة مي بيبول وفاديز موسيقى هنا يجب الأعلمة محولة على حكس يحفظ الإنسان على صوت واحد هناك جمالية الصوت التي كنا تكلم عنها الإنسان يبقى على خط واحد موسيقى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إن الله أشهد أن لا إله يبقى هكذا نفس الخام بينما في المقامات، طبق الصوت لكل مقام دراغته الأساسية التي يبنى عليه المقام أو تبنى عليه المقام نحن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إما الله أشهد أن لا إله إما الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح ام тот أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله نعود نرجع لنطق القاسد الشديد هنا المؤدن يبدأ درجة معيننا ويظهر على درجة وكي عودة همودة ودرجة واحدة أخرى بدأت الأقل بدأت نقول لذي درجة التي تكون فيها وما عليش حتى السطرة النشاز معلش لك النشاز على الأقل بعيد الدرجة التي تكون فيها خريف هذه المنخام نزيد نظيف علامة واحدة وليس يعطينا هنا بالنسبة لي الموسيقيين نتكلم عليك جماعة الاسلام نتكلم عليك كخفة نتكلم عليهم هنا نرى حجاز وهنا كذلك في مقام السيكة مابين إحن ننكره السيكة وسمحوني هنا إخواني خاطر اللحظتها في جماعة عبسنطينة السنوات التي أردتها يجلبون لي بوليكو بتحهم ويكتبون السيكة يكتبونها بالصرف ويكتبونها بالتامربوطة الحضارة الفارسية أضافت إلى لقم العذاب أضافته الصوت كل ما هو ينتهي في كا معها صوت يكا دكا سكا جهاركا بلجكا هشتكا فستكا هذه أصوات الفارسية تعلق السلم الفارسي وطبعا تبثوا الحضارة وخذواها عند العرب والأتراك ومستخدموا إلى يومنا هذا كل ما هو كا هو صوت سي كا معنا خلال ثانية نوت صوت الدرجة الثالثة كان هو صوت س س هو رقم ثلاثة جهار كان جهار هو أربعة إلى آخر والكان هو صوت فقم السيكا صوت بطاق أو أو رقم المختار كامل السيكام بالسي كالف والها السيكا توشية السيكا ليس توشية السيكا نعم ذات سامر بوطاء إلى آخر ولنميز المقامين نبيل السيكا الغلب وسيكا الشرق أعطينا هذه الألفاظ يقول لك هذه السيكا الغلب وسيكا الشرق لماذا؟ ألفاظ بينهما في اللائحة السيكا الغلب خالية من إشارة التحويل يعطينا هذه السيكا نعم ذات سيكا بينما في السيكا الشرق لدينا أثناء 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 المقرس السي نص بيمون والمي نص بيمون سامفة السيكا المقرس الموقر الخالية يجب أن يستخدم هذا المقام يسمى السيكاه الزام لأنه يختلف المقام بلا بيمون والسي بيكار يجب أن يكون هذا المقام يجب أن يكون ذات مصقkon وقse التنمى بداية الشح ما استجد أن يكون هذا المقام خلفي ستقبل الأن ذراف موسيقى موسيقى هل يوجبحتте أخذ المدروب؟ موسيقى موسيقى لا، تفخير لأننا على الانوت موسيقى موسيقى لن تغير نشط على التغير يجب أن نعطي الصوت تعيد لا أستطيع أحد الآن سوف نأتي في الطريقة نشط على التغير تستطيع حاولت بحضرته في الدين الساعي كما عن مقامات رؤون من هذا حاولت قبل حضرته على السيدان ومربما أتمنى أنه لا يمشي لك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أنا أعزتكم الجملة أتركوا لولا ليسمعوا يشعروا بأنه الآن في فجر في نفس المقام تعد إلى آخرين إذن الحديث كما قال ذو جونجوم وهذه المقامات أصبح علم قائم بذاته لا مفر منه كامل الذي درسه في المشرك المؤدنين والذي يجوده ضروري يفوتوا على المقامات وزين استخدامهم المقامات قلت لا تتحدث على الجنة وتعتيب مقام آخر كامل يتبع المقامات مثلا أنا نرى في صورة في الصينة مثلا أو في صورة الزمر يتحدث هنا عن أصحاب الجنة وأصحاب النار وصيق الذين كفروا إذا جاهدنا من زمرة حتى إذا جاءوها فتحت بوابها وقالنا لهم خزنتها ألم يأتكم ورسلوا منكم الظون عليكم آية يا ربكم وينذنكم لقروا منكم هذا تحديد أصحاب شكول النار زوجي وصيق الذين اتقوا ربهم لجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت بوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم في صوت فصلات يقول لك أولا عكا والخاسرون ذلكم ربكم الذي ضمانتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين أنا أريد أن تقول من الخاسرين ونستخدم مقام يبعث عن انبساط والفرح نستخدم مقام الصلاة فأصبحتم من الخاسرين فأصبحت 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 هنا يقريهم الأحكام ونرغم أن يساعدهم في الجانب هذا المقام لتطالب وطلبة كامل يكونوا في السكاة في قريق السعوي لكي يوفقوا ما بين الأحكام والصوت واستخدام المقام في محلهم في الآخير فأصبحت ماذا نقول خالدي فأنا نستطيع لا تقريب قول صلت قول صلت لن نعمل هنا لكن فأصبحت لي لا 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 إراد أن نعمل محل عمد المقامات أكثر من الأبعاد ومكد يقول إن جمال الصوت وحسن استخدامه وتدريبه في رفع الأذان هي عناصر مهمة كي يكتسي الأذان تلك الحلة التي تجهب الأسماع وتطفي السكينة والخشوع في القلوب وهو ما ينبغي أن يحرس عليه المشركون على شؤون المساجد ولا حتى الشؤون الدينية أصبح الآن أمر ضروري أننا نلقم المؤذنين هذه المقامات وكالي الشرف أنني كنت في فرس كنت تحم أربع صفر مع الإسلامي ولكن أسبوع لا يكفي أنك تعطيهم الأرض يا غير مديني إذن ماذا أقول لكم؟ شكر الله لسبعكم وإصحاءكم شكرا لكم 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 عندما تشاهدون هذه الفيديو أعتقد أنه في الوقت الوقت الوحيدة يتعلمون بأعداد كبيرة إذا كنت أردت إلى مارك يتعلمون بأعداد كبيرة يتعلمون بأعداد يتعلمون بأعداد يتعلمون بأعداد تشاهدون دور إنهم يخلقون بأعداد يبعد أن يtitعون إلى مرحبا يتعلمون بأعداد الجزءين من أجل الهند يتزوجون بأعداد يتعلمون بأعداد نعم بالطبع هناك حقًا هذه هي المصيدة فضلوا فعليش مرحبا بالتأكيد هناك القرآن مشهود مؤذنين القرآن كذلك لأن القوانين تخذوا على الآبان ولكن في الطبيب كذلك فعل القرآن قبل أن القارئ يكون قارئ ولي يكون حافظ القرآن الكريم لكن يمشون مدرسة موسيقية ضد الشركة المعروفية لأن العاصمة الناجية ومسيقية كانوا يمشيوا لتعلم قواعد الموسيقى لأن القرآن يقررواه القرآن رفيعين يقرروا فيها الموسيقى وفيها النطق كذلك يجب أن يكون المدى مدى شدة شدة وتنوين تنوينا وفيها ناء وفيها نظرة تنوين تنظروا في الموسيقى وإن كل هذا وفيها نظروا في الموسيقى تنظروا في الموسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عندما اخترت Villar ويحصلنا إلى السبس ويقضي مكانهم مرحلة مرحلة المترجم للقناة 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 الجمهور ما يعرف الدولاب؟ الدولاب هو في الموسيقى العربية كما نحن في الموسيقى العندلوسية الكورسي أو الكوريسي فاصل فيه بضعة مقاييس لتبهيد المقام والدخول في الغناء يحتوي على بيع المقاييس ويكون من نفس المقام المعلف منه نعمل الدولاب ونحن مباشرة مع الوافق في الوافق ترجمة نانسي قنقر 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 لذلك الغيط إلي الغيط أمام يا زمان القصد بالأندلسي لم يكن قصدك إلا كلها في الكراءة حزة المحدنسي وحيا القرد لنهرون سرنا فطول في ترسلون وروا الدعو منو عثماء السماء فجتا يروي ملكا الأنسي فكسره العصر زوغا مريمان يستهيب له بلدها نكسير جلدك الغيط إذا بغيتها يا زمان القصد بالأندلسي لن يكن قصدك إلا كلها في الكراءة حزة المختلسي جلدك الغيط إلي الغيط أمام يا زمان القصد بالأندلسي لن يكن قصدك إلا كلها في الكراءة حزة المختلسي في الكراءة حزة المختلسي يا زمان القصد بالأمام أخبرتنا ورغيته ورغيته أخبرتنا 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 يا زمان القصد اشتركوا على المحتمل اشتركوا في القناة شكرا 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 عملنا بسنوك ما قلت بوبتر من الزرقاء لعمل زدنا حطرية عاود نفس الشيء عاودي غوصنا نقاع عاود كين دولاب على مقام السيكا هوزر شكرا عاود نفس الشيء مع الكترين نفسكم موسيقى 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 وإذا نغاد كذا احسره غدا يا من بوصاله يداوي الكبيرة ما تفعله اليوم فالقاه غدا ما تفعله اليوم فالقاه غدا إن أضحك لي فقال ما أبكاني أو قرب لي فقال ما أقساني ما أتعب خاطري وما شقا من يرسفني وحاكبي سلطاني من يرسفني وحاكبي سلطاني يا أصدى نظام كلنا بلادي لفديك منها غدا بأمي وابي يا أصدى نظام كلنا بلادي لفديك منها غدا بأمي وابي إن كنت أسأت في هواكم أهدي على عصبك لا تدور إلا لنبي على عصبك لا تدور إلا لنبي يا أصدى نظام كلنا بأمي وابي شكرا نظام كلنا بأمي وابي شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر